أحسن الله إليكم وبرك فيكم الأخ أبو علي يقول الشيخ صالح ما حكم الامتداد الزائد أثناء السجود فنحن نرى بعض الناس يمد الظهر ويبالغ في ذلك لا يجوز التكلف في هذا ومد الظهر في السجود حتى يأخذ محل صفين ويؤذي الصف الذي أمامه والصف الذي خلفه هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان بل يسجد مثل من بجانبه من المسلمين سجودا لا تكلف فيه والحمد لله نعم